بوتيرة متسارعة تتزايد تعقيدات الأزمة السياسية في فانزويلا بعد إعلان زعيم المعارضة ورئيس البرلمان خوان جوايدو نفسه رئيساً للبلاد رافضاً الاعتراف بنظام الرئيس نيكولاس مادورو الذي أدى اليمين الدستورية رئيساً لولاية جديدة مطلع العام الحالي الرأي العام العالمي انقسم حيال المشهد في فانزويلا بين دول انحازت لزعيم المعارضة جوايدو كالولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية يقابل ذلك انحياز للرئيس نيكولاس مادورو من دول أخرى أهمها روسيا والصين وأمام هذا الانقسام العالمي تنحصر سيناريوهات الخروج من أزمة الشرعية الفانزويلية في عدة مسارات ربما يؤدي أحدها لحسم ملف السلطة في البلاد التي عانت من فوضى سياسية ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي المسار الأول يتمثل بقبول الأطراف المتنازعة بالعودة إلى حكم الصناديق وإجراء انتخابات رئاسية جديدة وذلك مطلب اقترحته دول الاتحاد الأوروبي قبل اعترافها بخوان جوايدو رئيساً جديداً للبلاد وفي حال قبول الفرقاء الفانزويليين بإجراء انتخابات جديدة فإنه يتعين على نظام مادورو والسلطات التنفيذية في فانزويلا قبول مراقبة دولية شاملة لعملية الاقتراع لتجنب أي خلاف محتمل بعد نتائج تلك الانتخابات في حال إجرائها المسار الثاني يتمثل بجلوس طرفي المعارضة والنظام على طاولة الحوار وتقديم تنازلات متبادلة لإنقاذ البلاد من تداعيات الانقسام السياسي وبحسب مراقبين فإن العديد من الدول المعنية تستطيع القيام بوساطة بين طرفي الصراع على السلطة ومن بين هذه الدول القادرة على تقريب وجهات النظر المكسيك والأرقوي المسار الأخير والأسوأ لإنهاء أزمة الشرعية ينحصر في تدخل عسكري خارجي لصالح طرف المعارضة أو النظام وهو ما لمحت إليه الولايات المتحدة الأمريكية على لسان مستشار الأمن القومي جون بولتون الذي أكد أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بما فيها التدخل العسكري احتمالية التحرك الأمريكي عسكريا لصالح زعيم المعارضة الفنزويلية جوايدو يفتح الباب أمام تحرك عسكري مضاد من قبل روسيا لدعم حليفها الرئيس نيكولاس مادورو وهناك سيجد الطرفان ساحة جديدة للحرب المحدودة بينهما ترجمة نانسي قنقر